لتسخير قلوب الناس بالمحبة والقبول ولكسب الوجه والهيب بين الناس أينما توجهت تكون كلمتك نافذة وأوامرك مطاعة ونور وقبول على وجهك كل من رآك أحبك وأعلى الله شأنك ورفع قدرك ويسر أمرك كل ذلك وأكثر في آية واحدة في القرآن بسرها ترى النور بعد الظلام وترى الحياة بعد الموت اقرأها 14 مرة وسترى في حياتك عجبا بإذن الله وكالعادة فضلا لا تبخلوا على قناتكم بالاشتراك لايك ومشاركة الفيديو لعم الخير والاستفادة ولكم الأجر والثوب بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم حق قدره ومقداره العظيم مرحبا بكم وسعيد بالتواصل معكم وأتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال فائدة اليوم إن شاء الله لكل من يعاني من قلة القبول أو الهيبة أو لمن ليس لديه وجهة ومحبة بين الناس فبإذن الله وبسر آية من آياته الكريمة لها وقع كبير وأثر ونوراني هائلة في جعلك أو جعلك تبدينك القمر وتسلبين القلوب بالهيبة والقبول الساحر وبالمحبة فالهيبة والقبول هو مفتاح أبواب كنوز الدنيا بلا شك إذا كان لديك قدر كافي من القبول فسوف تتمكن بالتأكيد من غزو القلوب والعقول والوظائف والخزائن والبيوت وأينما توجهت لأن عقول الناس تتوقف عند ذوبان قلوبهم أمام صاحب القبول العظيم الهيبة هي ميزة الملوك أو ميزة الملوك هي ليست فقط بالأموال أو الممتلكات أو القوة بل هي منحة ربانية يخص بها الله من شاء من عباده هي شعور لا إرادي يشعر به الإنسان عند رؤية بعض الأشخاص فيهابونه دون تفكير ولا تدقيق وأحيانا يهاب الإنسان شخص ولا يعرف لماذا يهابه ولكن تبقى الهيبة ربانية أو منحة ربانية ولكن الكثير من الناس لا يتمتعون بتلك المنحة رجالا كانوا أو نساء وربما أو أكيد الأغلب من الناس قاموا بعدة وصفات أو أعمال سحر لجلب الهيبة والقبول وأكثر أعمال سحر هي تتجه نحو سحر جلب الهيبة والقبول فيعملون هذه الأعمال لوحدهم أو عند السحر ولكن 99% من هذه الأعمال تبوء بالفشل والأسوأ أنها تكلفهم أموال طائلة للحصول عليها ولكن لم يحصلوا على شيء إطلاقا وللعلم ونصيحة لكل من تغريه الشياطين والله أي حاجة أو شيء جاء بالسحر والشعوذة والله ما يأتي منها خير يعني حسب كثير من الحالات شفناها وسمعناها وخسروا أموال طائلة تقتروا بالملايين وما يمر من وقت قصير أسبوع أو شهر أو شهرين حتى تنقذب الحالة إلى أسوأ مما كانت عليه ويمكن أن يحصل وغالبا ما يحصل تلبس لهذا الشخص يعني الأمر الذي يقع يرغب الشخص بتعجيل الأمر فينقلب عليه بالتأخير في كل أموره وأكثر من هذا وأسوأ أنه يقع في الشرك ويطلب من غير الله ويستعين بغير الله ويتوجه لغير الله فيتركه الله لمن توجه له وطبعا يبوء بالفشل وبالتعاسى وبالخسران ولكن من أراد السحر الحق والحلال ومفعوله دائم وحتى إن لم ينفع لن يضر وطبعا وأكيد هو ينفع لأن آيات الله ما في أقوى منها بس يتوقف الأمر على حسب روحانية الإنسان وتقواه وصلاح قلبه وحسن استخدام الآيات وشيء آخر مهم هو العوارض والموانئ تلعب دورا كبيرا في عدم نجاح الفوائد أو المجربات بالقرآن أو لما تكون عوارض شيطانية عند الشخص يعني مس أو سحر أو حسد أو من هذا القبيل فإنها تحول دون إتمام الأمر لذلك أنصح ودائما بالتطهير ومن بعد التطهير التحسين ومن ثم الذكر الكثير حتى تقوى روحانياتك وأنذاك أغلب ما تقوم به من فوائد من كتاب الله تأتي بالفائدة وفي الحال وهذه فائدة لكل من يعاني من قلة القبول أو عدم المحبة أو إنعدام الهباء والوجاها سواء كانت أنثى أو ذكر أي من آيات الله سرها عجيب في جلب الهباء والقبول والمحبة وأكثر من ذلك يكون الشخص منوراً وكل من رأاه أحبه وأحاطت به هالة من نور أينما حل وارتحل وبين كل الناس صباحاً بعد الفجر وقبل المغرب تقرأ الآية آية الكرسي سبع مرات والآية بسم الله الرحمن الرحيم أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس أربعة عشر مرة ولمضاعفة القوة تأخذ كأس من ماء الزهر القدر الذي يكفي ماء الزهر وليس ماء الورد ماء الزهر وفي نفس الوقت الذي تقرأ فيه الآيات تقرأ على هذا وأنت تقرأ في نفس الوقت على هذا الماء وكلما أردت الخروج صباحاً أو مساءاً أو في أي وقت تأخذ الشيء القليل ثم تمسح به وجهك ورأسك ثم تخرج وسترى بإذن الله العجب من شدة المحبة والقبول والهيبة والجاهة بين الناس التي ستحصل عليها بإذن الله والتجربة خير برهان شكراً على المتابعة دمتم في رعاية الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين